موسيقى رجعنا لك تاني مع خبير تجميل والاستشاري الدولي والمدرب دولي أيضا مستر إبراهيم الجمل وهنكمل بقى السؤال اللي كنا بنسأله قبل الفاصل وعاوز أقولك يا مستر إزاي أقدر أهل أو في خطوات بنمشي عليها علشان الميكاب أردس يقدر ينافس وسط الأسماء الكبيرة دي أو المنافسين الكتار بحكم المهنة بقيت متوسعة جدا ومنتشرة في مصر إيه الخطوات اللي احنا بنعملها في الأكاديمي علشان تقدر تأهله لطوق العمل هو طبعا أنا كده كده أي حاجة بحب أمشي عليها أمشي عليها بشكل أكاديمي أكيد بيكون فيه محاضرة نظري بيوضح فيها كل المعلومات اللي بتخص التجميل وبفاهمهم كل الحاجات اللي هو المفروض يتعاملوا معاها على أسس علمية يعني مثلا المنهج بيوضح كل حاجة زي إن فيه محاضرات كمان تدريب عملي وده بيفرق جدا وده بيفرق جدا من أول محاضرة عملي بتبدأ المتدربة تقوم وتبدأ تنفس كل الحاجات اللي هي خديتها بس طبعا بتكون بالتدريج بعد ما بنخلص دوت الكورس دوت بنبدأ نأهلها إن هي إزاي تقدر تتعامل في المجال دوت وبننصحها إنها إزاي كمان تقدر تشتغل بشكل أكاديمي فده من خلال طبعا المحاضرات والمحاضرات التسويقية إحنا بنقوم من خلالها من بعد ما بنخلص الكورس ده أكيد أنا برضو اسمح لي الكلمة في النقطة دي ببال إن جولدنستار أكاديمي متخصصة جدا في إنها إزاي تأهل الطلبة بعد ما بيخلصوا الكورس بتاعهم لسوق العمل يعني طول فترة الكورس مبدئيا طول فترة الكورس بيتضربوا بإيديهم عملي وده يعني ما بنلاقيهوش في أي مكان تاني لأن معظم الكورسات بتبقى معتمدة على إننا بنشوف اللوك اللي بيتطبق وممكن آخر يوم يعملوا اللوك المدربي يقايمهم عليه لكن في جولدنستار الموضوع مختلف كل محاضرة أنت بتتضرب بإيدك عملي فقريدي أنت بتتمكني أكتر المستار بيوجهك للأخطاء اللي أنت ويقعتي فيها علشان تقدري تتفديها بعد كده كمان فعلا بيدعموك من خلال التصوير ودي حاجة مهمة جدا إن أنت ثور شغلك تبقى متوسقة خلال الكورس لأنك أول ما بتكوني مبتدئة يعني بعد ما بتخلصي الكورس إزاي هتبدأي في المجال ده زي ما قلنا فيه أسامي كبيرة وفيه يعني توسع جدا في شغل الميكا بأرتس عموما في مصر فلما بيكون معاكي داتة كويسة معاكي سور بروفاشنال ده بيساعدك جدا إن البنت تشوف سورك تعجب بشغلك فبالتالي بتحجز معاكي بالتالي شغلك بيكبر وبرضو بيساعدوكي جدا جدا في الدعاية من خلال البيتجي اللي بتتعملك على الفيسبوك من خلال اللوجو اللي بتحط على سور شغلك عشان محدش يسرقها أو ينسبها لنفسه وطبعا يعني حاجة مهمة وميزة جدا في الكورس الشهادة المعتمدة اللي بتغذيها من الأكاديمي شهادتنا يا مصر أكيد معتمدة من وزارة التجارة والصناعة لأن الأكاديمي أوردي معتمدة من وزارة التجارة والصناعة أكيد وفي نفس الوقت كمان لدواعي السفر الناس اللي بتحب بتاخد كورسات يعني مش بس جوه مصر لا عادي بتقدر توصقها موزارة خارجية وتقدر تشتغل بها في أي بلد يا حبا يعني أنت بتاخدي كورس بروفاشنال مع مستر إبراهيم الجمل غني عن التعريف طبعا مش بس الشهادة بتاعتك تقدري تشتغلي بها جوه مصر تقدري برضو تشتغلي بها بره مصر لدواعي السفر يعني بحيث أن أنت تكون معاكي حاجة معتمدة عالميا طيب أنا اسمحولي بقى أقول لكم أن أنا قاعدة كده ليه أنا قاعدة النهاردة يعني على الكورسي ده علشان هنعمل حاجة يمكن لأول مرة بتحصل في مصر ومش في مصر بس يمكن في العالم كله أن حيتعامل عملي قدامكم كورس على الهوى محاضرة من محاضرات الكورس بس مش في البيوتي ميكب في الخدعة السنمائية تسمح لي بقى يا مستر إبراهيم تكلمنا شوية عن الخدعة السنمائية وقولي هتعورني بإيه النهاردة لا تعمل إيه النهاردة لا إحنا عندنا طبعا الهوى بيكون فيه حاجات كتير يعني فيه متنوع بأشكاله بس إحنا أكيد مش هنقدر نعمل كل حاجة لا إحنا ممكن ناخد جزء مبسط مبسط الناس تشوف على الهوى برضو تستفيد من الكورس ده بيكون كبير قوي ويكون فيه لي أكتر من حاجة يعني مثلا إزاي أقدر أحول المراحل العمر المختلفة من سن صغير لكبير ده إحنا برضو عايزين نعمل ده على الهوى يا مستر ان شاء الله توعدنا أن احنا كله علي أنا بقى عشان أخذ التجربة دي الأول مرة مع حضرتك وعايز أقول حضرتك أنها مبسوطة جدا 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 متحمسة أشوف بقى شكلي بعد ما تشوي على الهوى ربنا يا بسطر خلاص أنا هابدأ معاكي حضرتك هابدأ معايا واحنا بندرتش حاببت عاملي إيه بقى يعني جرح ولا حرق ولا بطر ولا يمسط احنا عامل حاجات كتير بقى واللي إيه واللي هيطنع معنا دلوقتي نفيش مشكلة طيب أول حاجة أنا بستخدم المتاريال يا مستر عايزين برضو نسأل في النقطة دي عشان برضو الـ Special Effect مش منتشر قوي في مصر مع إنه مجال مهم جدا دا احنا بلد صناعة السينما والمسرح والحاجات دي مهمة قوي دا فين؟ أنا دا أنا بقى بص بقى سامحيني لا يا مستر عادي جدا تمام أنا أول حاجة هنا بحط spread gum طب ممكن ترجمة بقى عشان برضو الناس تقدر تفهم؟ دا بيبقى لاسق يعني زي جلوء آه بقدر أسبت عليه الحاجة دلوقتي لنا هجيبهاي لك كمان طيب جيبهاي لك مخصوص عشانك بس اعملي الجرح شكلك كوي حاجة مخصوص عشانك والله يخليك يا مستر دي طلقاء صح؟ والله يبقى انتو حظك دلوقتي يعني الله يبرك لك تمام طيب وبعد كده أكيد ان احنا بنموه بدا بالfoundation بس يا مستر دا مش foundation البيوتي ميكب يعني أكيد البيوتي ميكب ليها ماتاريال مختلفة أنا لسه شايفة دلوقتي يعني أنا بحسب ان أنا ممكن بالشادو اللي عندي والألوان الميكب اللي عندي أعمل special effect دا لي ماتاريال مختلفة تماما طبعا كل حاجة تبقى لها ماتاريال طب لو صاري مدايق أحضرك ممكن أرجعه لورا انتب ميش طبعا تماما رجي بس استنى الورا نأمن هنا كمان دا؟ تماما بس بس دا اليربيس تماما دي أول حاجة وبعدين هنشوف إزاي في الآخر شكلها النهائي والفاينال النهائي بتاعها يبقى إزاي بعد كده دي واكس دا ايه بقى بيستخدم لإيه؟ دا واكس بقدر من خلاله إن أنا أستعمله بحس إن أنا قدر أعمل القطع فهينيجي مثلا هنا برضو بنفس الطريقة هنستخدم شوية من السبريد جامع عشان إنه قدر يبقى ثابت ودي كل الحاجات اللي بيستخدموها في الأفلام يعني إحنا ما بنبقاش عارفين قوي هما بيعملوا إزاي حد كده متعور ولي عنده حرق ولي عنده بتر هو الاسبيشل إيفكت الاسبيشل إيفكت بيعمل كل الحاجات دي ما هو دي كل ما هو ميكب دا بيتسمى بيبقى المصطلح بتاعه دي أدوات كله أدوات ميكب كل الشركات البروفيشنال المعتمدة لازم يكون البرندات بتاعتها كاملة يعني بمعنى إيه بمعنى إنه بتلاقي فيها كل الأدوات حتى كمال لو اسبيشها الإيفكت بتلاقيها بس دي في البرندات العالمية أكيد آه طبعا زي يعني بن ناي ميكب مهران دي كلها بتبقى مخصصة لصناعة السنة طيب بعد ما عملنا دا بنيجي هنا طب واللوك دا ينسب إيه بقى أخرج بي الصبح ولا بالليل لأ بس اللوك دا أنا بحاول أعرف الناس على بعض الحاجات اللي إزاي بنيقدر نستخدمها لما بنيجي يطلب مثلا أي حاجة أو أي مشهد بالنسبة في السينما حاجات كلها أنا مش هقدر يعني هنعمل حاجات بسيطة بسيطة حسن فيه جرح فعل هي دي كلها عملية تخدير أقوله أحد يقولي شكل حلو طيب لأ لسه 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 أنا ما عملتش أي حاجة خالص لسه طيب تمام أنا مش مهم المهم إن الجمهور هعمل جرح على إيه دي أنا مش عايز أعملت حاجات كتيرة بس ممكن أعمل إيه حركة كده كإنسبايك دا إيه يعني عبر عن إيه حرق ولا برضو جرح 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 طب تماما دي برضو الواكس تقريبا طيب 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 طب أنتو كده يعني بنحاول بقى نوضح لكو يارب تكونوا يعني متخيلين الموضوع معنا هو يا مستر عموما الاسباشال إفكت بيبقى أصعب من البيتي ميكب يعني بحيث أن أنت بتعمل جروح وبتر و أه طبعا بس ما بياخدش وقت يعني كل دي حلقات كلها تحت طب إحنا إحنا فعلا إنت هتشوفوا سريعا علشان وقتنا هنعمل إيه هسوخنا قوي دي دي شوية كده عشان ما تنشف هتبين أصار الجرح آه تماما أصار الحلق تماما إحنا هنعمل لكو يعني حاجة بسيطة صريعة بس عشان تبقوا برضو شفتوا نوع من أنواع الميكب مختلف لأن المعتاد إن إحنا خلاص بيبقى فيه موديل وبنعمل لها ميكب حلو بقى تروح بيه جامعة تروح بيه فرح مناسبة يعني whatever نوع المناسبة اللي هي تروحها بس خلينا نشوف حاجة مختلفة يعني حبينا ننقل لكو برضو نوع من أنواع الميكب هو مش منتشر قوي في مصر يعني مش ناس كتير بتتكلم عنه بس طبعا لقى أهمية كبيرة جدا في صناعة الأفلام فيه ممكن في الهالوين يعني نستخدم الميكب ده ولا ده حاجة تانية بقى الهالوين لا الهالوين ده بقى بيبقى كاركترات آه يعني ممكن شخصية معينة عايزة أعملها حضرتك بتنفذها لي بالضبط تماما ودي ألوان بس ودي ألوان يعني هيا الألوان دي اللي بتعمل الدم ولا لا الدم ده بيكون مادة الوحدة آه تماما احنا بس بنفهم علشان المساهدين برضو يبقى عارفين إيه الماتاريال اللي بناستعملها أو إيه الحاجات اللي احنا بنعمل ودي أتكلم وده برضو مستر ليكورس برضو آه طبعا آه الاسباشال افكت ليه كورس وبيبقى برضو فيه محاضرة منه نظري تعرفوا الماتاريال تعرفوا كل حاجة بتخص الاسباشال افكت والباقي طبعا عملي عشان تقدروا تشوفوا انتوا طبقتوا إيه احنا بنعمله بشكل سريع جدا أكيد في دقايق معدودة عشان وقتنا طب قولي يا مستر هو يعني فيه وش معين تقول لا مش حينفع ما عايز باشال افكت ولا ده ملوش علاقة هو يعني أي وش هتقدر تعمل عليك لا أي وش طبعا يعني ده ملوش علاقة يعني بتصغر حاجة او انت بنعمل جرح يعني او حاجة سطحية خالص او دي كدمة ما عنديش دم خالص؟ لا هيطلع دلواتي هيجي دلواتي او انا بحس انو صبع بيت اتا انا فعلا حس انو صبع بيت اتا يعني احنا قدامنا وقت بسيط جدا فبنحاول ان احنا نعمل حاجة سريعة عشان تشوفوها معينا لايف على الهوى ايه احنا احنا انت كنتي الفيكتن بتاعي النهاردة سامحيني الفيكتن البحية بتاعتي لا لا ما حددك يا مستر يعني كفاية تشريفك لينا بجد احنا كده خلاص بنفنش يا مستر اه احنا بنفنش اللوك انا مشوفت الشكلي طبعا بس انا متوقع ان انا طالع امر طالع امر مستر ناص الشاهد بيقولي انا طالع مدبوحة بس مستر ابراهيم مدبوحة بلمساته والله العظيم انا رادية جدا حبيبة قلبي ربنا يخليك ربنا يخليك يا مستر حقيقة يعني فخورة ومبسوطة جدا بالحلقة لان انا كنت قاعدة اقولي حضرتك مرتبكة مع سعيدة ميكس اللي تم مع بعض انا في حضرة استاذي مرسي جدا يا مستر ابراهيم يعني ياريت الكاميرا تعمل فوكس كده على الجرح والله انا هطلع من هنا قضية بقى سامحيني يا ريكس لا يا مستر در انا يعني حضرتك بس انا مبسوطة جدا 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 ومش عارفة لو مشيت في الشارع بالشكل ده ممكن يعملوا معي ايه انا مبسوطة جدا يا مستر وحقيق سعيدة قوي وفخورة بالحلقة وحضرتك ضفتلي يعني بصمة كبيرة جدا في ستي فيب صغنة بتاعي حسي جدا يا مستر ابراهيم انا طبعا بشكرك جدا يا ريمو بشكر القناة طبعا على استضافتي معاكي واتمنى ان شاء الله ان نعمل حلقات تانية يعني بنشكر حضرتك جدا ان انت لبيت الدعوة وان شاء الله دي مش اخر حلقة احنا عنا نعمل حاجات تانية وحاجات هتبهركوا وحاجات مختلفة ان شاء الله استنونا الحلقة الجاية الاسبوع جاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة